ما هي الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية إذا أراد المسلم أن يطبقها في حياته أول درس الثقة في الله سبحانه وتعالى لابد أن تكون لنا الثقة في الله سبحانه وتعالى لأن مهما طال الليل لابد من طلوع الفشر والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في اللقاء السابق بعد ثلاثة عشر سنة أذن له بالهجرة يعني دائما كن على ثقة أن الله سبحانه وتعالى يتم الأمر الذي يرضيه ومهما طال الزمان لابد أن يظهر هذا الحق فالنبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من بيته وأخذ بالأسباب وهذا درس آخر أن نأخذ بالأسباب مع الاعتماد الكل على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى ولا نقول بأن الأسباب هي التي تنجي بذاتها ولكن بما أوضعه الله سبحانه وتعالى فيها فالنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة كان في مقدور الله سبحانه وتعالى ولا يزال والله على كل شيء قدير أن يهاجر بنبيه أو يأخذ نبيه من مكة إلى المدينة كما أخذه من مكة إلى بيت المقدس أيهما أبعد بيت المقدس المسجد الأقصى لأنه في أقصى الأرض ولكنه خرج بالأسباب خرج من بيته معتمدا على الله سبحانه وتعالى والقوم وقوف على باب الغار يعني القوم وقوف على باب بيته وعلى باب الغار وقفوا كذلك فخرج وهو يطلو قول الله سبحانه وتعالى واجعلنا من بين أيديهم سدا ومخلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم وهم ينظرون ولكن لا يبصرون وشتان بين النظر والبصر طيب خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الصديق وقبل أن يخرج مكانه في فراشه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لوظيفتين الوظيفة الأولى لكي يوهم المشركين أن هناك رجلا نائما هو محمد صلى الله عليه وسلم الوظيفة الثانية لكي يرد الأمانات إلى آله لم يكن هؤلاء الذين أخرجونا وآزونا وانتزعوا منا أملاكنا وانتزعوا منا أرضنا وديارنا وكل شيء لكن من صدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم أنه جعل علي يتأخر عنه لكي يرد الأمانات إلى آله وخرج صلى الله عليه وسلم إلى بيت الصديق ومنه إلى الغار ثلاثة أيام ثم إلى طريقي غير معروف وطريق الساحل حيث المنطقة الآن تسمى ينبع ساحر البحر الأحمر ويأخذ الطريق أحيانا إلى أن وصل إلى المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم كل هذا يعطيك الأخذ بالأسباب عامر بن فهيرة يأتي عند الغار بالأغنام يعني يزيل أسار الأقدام ويحلب من لبنها ومن البنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه عبد الله بن أبي بكر يتسمع الأخبار ثم يأتي فيقول لهم ماذا يحدث في مكة كل هذه الأشياء تبين الأخذ بالأسباب أسماء ذات النطاقين وقد ذكرنا طرفا منها تذهب بالطعام وتصعد إلى الغار للنبي وأبيها يعني ما هذا هذه إرادة شباب حفظ الله سبحانه وتعالى بهم الدين النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد وصل إلى سلاس وخمسين سنة من عمره ومعه الصديق والصديق لم يكن شابا وقتها بل كان عنده خمسين سنة يعني عنده خمسين أو واحد وخمسين سنة يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذاك أبي وفي ذاك أمي وفي ذاك روحي روحي دون روحك يا رسول الله دحري دون نحرك يا رسول كل هذه الأشياء تعطينا أنك لابد أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتأخذ بالأسباب الأمر الثاني أنه مهما مهما بلغت بك البلاءات واشتدت عليك الأحزان ينبغي أن لا يتملك الحزن منه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال للصديق وهذه كلمة تحتاج إلى لقاء كامل لوحده كلمة لا تحزن إن الله معنا فيها مؤلف أظن أيضا يعني تحتاج إلى لقاءات يعني لا تحزن من أين جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال له لا تحزن لماذا لم يكن له لا تخاف لأن سياقات الكرآن الكريم في أكثر من موضع عشرات المواضع كان الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ولا تحزن عليهم ولا تقف ضيق مما يمكرون يا محمد لا تحزن عليهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون فلا يحزنك قولهم ولا يحزنك الذين يسارعون في القف ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميع إن خاضوا فيك وإن خاضوا في عقلك وإن خاضوا في أولادك وإن خاضوا في الله سبحانه وتعالى فلا يحزنك قولهم ما عليك إلا البلاغ فمن آمن فقد اهتدى ومن كفر فلا يحزنك كفره إنما عليك يا محمد وظيفة البلاغ فقط ولذلك النبي كان يحزن عليه الصلاة والسلام لما يحزن على جحودهم يحزن على إنكارهم لحل لك باخعوا نفسك على آسارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا لحل لك باخعوا نفسك أن لا يكونوا مؤمنين يا محمد إن نشأ ننذل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لا خضعين إنما الله سبحانه وتعالى لا يريد قوالب إنما يريد قلوب قلوب تحب وقلوب تعبد وقلوب تشتاق إلى الله سبحانه وتعالى وذلك النبي أن لا يؤمن أحدكم حتى يحب حتى يحب إذا تملك الحب من القلب صارت شواهد الحب وشواهد المعاملة في حياته قائمة فلا تحزن ليه؟ لأن النبي تعلم الدرس الإلهي الذي كان يقول له لا تحزن لا تحزن لا تحزن لا تحزن عليهم لا تحزن عليهم يا محمد ها هو يقول الصديق لا تحزن يعني معناها افرح يا صديق إن الله معنا والمعية ها هنا تقددي أمورا كثيرة إن الله معنا نعم المعية ها هنا كما يقسمها العلماء في عجالة معية عامة ومعية خاصة المعية العامة هي يشترك فيها كل الخلق كل الناس المسلم وغير المسلم اليهود النصران المجوس الصغير والكبير الذكر والأنس المكلف والغير مكلف هي معية معية عناية وقدرة وإرادة إلهية ما يكون من نجوة سلاسة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان هذه معية عامة يشترك فيها كل الخلق ويمكن أنا كنت أضرب مثال دائم حتى أقول أن هذه المعية إذا كانت الملائكة الذين مع الإنسان ويمكن الإنسان مننا كما في حديث سيدنا عثمان معه عشرة من الملائك عشرة من الملائك مع الإنسان هذا الذي يكتب الحسنات والسيئات كما يقال رقيب وعتي يكتبون أكتب 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 الإنسان مننا إذا فعل فعلا وكانت في نيتها أمر آخر الملائكة كتبت كذا ولكنه عند الله شيء آخر أضرب مثال توضيحي بسيط جدا لو أنك جاءك سائل يسأله أنت في نيتك أن تعطيه مثلا عشرة جنيه أو عشرة يور تمام وأوضعت يدك في جيبك فبدلا من أن تخرج العشرة أخرجت مئة فلما أمسكها الفقير أو السائل استحييت أن تقول له أرجحها إلي الملائكة التي تكتب تكتب كتبت ماذا كلان هذا تبرع بمئة لكنها عند الله عشرة هذه نيتك أنت مجازة هذه لا تعرفها الملائكة الملائكة يكتبون ما يصدر منك أما ما في داخل نفسك فلا يعرفه إلا الذي يعلم السر وأخفى من السر سبحانه وتعالى هذه المعية العامة هي معية شمول الإرادة الإلهية بالقدرة والمعرفة والعلم أما المعية الخاصة وهذه التي نحن جميعا نطلبها هذه اللي خواص المؤمنين هذه المعية التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها إن الله مع مع من مع الذين اتقوا الله مع المتقين مع الصابرين مع المحسنين هذه المعية كما يقولون مقيدة إما بشخص وإما بوصفه الشخص قيدت بشخص النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إن الله معنا أو قيدت بشخصي موسى عليه السلام فلكلا إن معي ربي سيهدي فهداه الله سبحانه وتعالى أن الربع ساك البحث أما هي مقيدة بشرط أو مقيدة بهذا الوصف إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسن فكل متقن لله كل صابر كل محتسب كل محسن هو يستوجب هذه المعية التي هي معية التوفيق ومعية الحفظ ومعية الرعاية من الله سبحانه وتعالى وكلنا نرجو هذه المعية الخاصة التي نطلبها من الله سبحانه وتعالى